افتتح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة مشروع مصنع سولار تيك جرين انرجي للألواح الشمسية الواقع في منطقة الحد الصناعية وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين ذوي العلاقة بهذا المشروع هو نتاج جهد حكوميا يحابب النهضة لبيئة الاستثمار الرحبة في المنطقة انجاز نوعي اخر يضاف الى قافلة الانجازات التي تحققت وما زالت تعنون ذاتها على صعيد المشاريع الاقتصادية التي وضعت كاملاثقتها في البحرين كبيئة حاضنة ومشجعة لجميع المستثمرين من داخل المملكة وخارجها مشروع واعد يستمد ألقه من عظمة الاهداف الوطنية المنشودة في مجال الطاقة المتجددة الرامية الى تمكين قطاع الطاقة المستدامة بان يكون احدى الركائز الاساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لمملكة البحرين بما يحقق الرخاء والازدهار للوطن والمواطنين والمقيمين كافة بالاضافة الى الدفع بالمملكة لتكون ضمن مصاف الدول المتقدمة والمتميزة في مجالات تشجيع الاستفادة من الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة على الخارطة الاقليمية والعالمية وما افتتاح مصنع سولارتك جرين انيرجي للألواح الشمسية الا دليل واضح على اهتمام البحرين وحرص قيادتها الحكيمة على اهمية الاستفادة من الطاقة النظيفة والمستدامة هذا المصنع يقع في منطقة الحد الصناعية على مساحة ارض تبلغ 4000 متر مربع وهذا يدل على شيء فانه يدل على ان هناك زيادة في الاقبال على الاستفادة من الطاقة المتجددة وزيادة في الطلبات على الالواح الشمسية هذا المشروع سوف ينتج 80 الف لوحة شمسية في السنة اي ما يعادل 25 ميجاوات من الكهرباء النظيفة وسوف يوفر كذلك فرص عمل جديدة ويساعد على توطين تقنية الطاقة المتجددة وصناعة الطاقة المتجددة في مملكة البحرين ان انشاء مشروع مصنع سولارتيك للطاقة الشمسية وعلى مدار عام كامل وفي ظل الظروف الصحية الراهنة يعد اضافة هامة لسوق العرض والطلب في قطاع استغلال الطاقة النظيفة والنافعة ومن المؤكد ان يأتي بالعديد من الثمار والعوائد الايجابية المتنوعة فهو من يبشر بخلق فرص عمل احترافية للباحثين عن عمل في ذات الاختصاص هذا المصنع بيساعد في نمو الاقتصاد الطاقة النظيفة اللي هي تخلي المواطن اقل شي يوفر في استهلاك الطاقة طبعا نحنا عنا الاشخاص اللي نقدر نركب لهم وما مو اشخاص افراد نقدر نركب حق بيوت مستشفيات مصانع اهم بلان اننا نشجع الشباب متخرجين فاذا مثل ما تشوف نحنا نص الشباب عندنا كلهم شباب متخرجين فنحنا عنا بادرة انه ندعم الشباب متخرجين ان نقدر ندعمهم بالالواح ويقدر يرقبوا وبنفس الوقت تكون نحنا قاعدين ننموا الفكرة الطاقة فيهم سياسة حكومية مدروسة تتوجه بعزم نحو اتمام باقة من الاهداف الوطنية الشاملة تطمح لادخال خمسة في المئة من الطاقة المتجددة في المزيج الكلي لانتاج الطاقة في البحرين بحلول عام الفين وخمسة وعشرين على ان ترتفع هذه النسبة لتصل الى عشرة في المئة بحلول العام الفين وخمسة وثلاثين لتلفزيون البحرين محمد رشاد بحلول العام الفين وخمسة وثلاثين بحلول العام الفين وخمسة وثلاثين